خطوة واحدة على تأهل منتخب العراق للشباب إلى نهائيات كأس أمم أسيا للشباب أسباكستان 2023 هذه الخطوة تكمن في مباراة العراق وستراليا الجولة السالسة من المجموعة الساملة من تصفيات كأس أمم أسيا للشباب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الكرام أهلا بكم في فيديو جديد موعد مباراة العراق وستراليا التوقيت القنوات الدنقلة ترتيب المجموعة كل حظوظ التأهل بالنسبة لمنتخب العراق منتخب العراق في المجموعة اللي واع فيها ضد منتخب أستراليا ومنتخب الكويت ومنتخب الهند فاز المنتخب العراقي في أول مبارياته ضد المنتخب الهندي أربعة مقابل اتنين بعد كده راح للمباراة التانية منتخب العراق ضد الكويت قدر يفوز منتخب العراق ضد الكويت اتنين مقابل لا شيء منتخب استراليا فاز على الهند اربعة واحد وفاز على الكويت اربعة واحد ليصبح ترتيب المجموعة قبل الجولة الاخيرة والحاسمة استراليا في الصدارة بست نقاط ولها تمن اهداف وعليها هدفين يعني معها زائد ست اهداف المنتخب العراقي في المركز الثاني ايضا ست نقاط وله ست اهداف عليها هدفين يعني فرق اربع اهداف يعني موجب اربع اهداف مع المنتخب العراقي الهند في المركز الثالث والكويت في المركز الرابع يغادران التصفيات هارد لك للمنتخب الكويتي بالنسبة للمباراة المهمة جدا القادمة بين العراق واستراليا هتكون يوم السلساء يوم السلساء 18 عشر 2022 18 اكتوبر 2022 الساعة 4 ونص بتوقيت الكويت والعراق والسعودية وسوريا والاردن ولبنان وفلسطين واليمن الساعة 3 ونص بتوقيت مصر والسودان وليبيا على قناة العراقية الرياضية وقناة الكويت الرياضية ايضا موجود مباراة الكويت ضد الهند هتكون تحصيل حاصل في نفس اليوم حزوز التأهل بالنسبة لمنتخب العراق وهذا هو الموضوع المهم جدا في هذا الفيديو اولا المنتخب العراقي لو فاز على منتخب استراليا يتأهل متصدرا للمجموعة ولا يدخل في اي حسابات اذا انفوز العراق يؤهلها مباشرة متصدرة للمجموعة تاني احتمال يتعادل المنتخب العراقي ايضا مع المنتخب الاسترالي يتأهل معا الى نهائيات كأس امم اسيا لاوزباكستان 2023 وبالتالي التعادل ايضا جيد للمنتخب العراقي يتأهل حتى في المركز التاني خلف المنتخب الاسترالي الذي يسبقه بفارق الاهداف ايضا الهزيمة بفارق هدف واحد يؤهل منتخب العراق الى نهائيات كأس امم اسيا لكن لابد ان لا يأخذ اي لاعب كارتة احمر وبالتالي يتساوى المنتخب العراقي مع منتخب طايلد في عدد البطاقات في قصد عدد الاهداف وفرق الاهداف ولكن يتفوق المنتخب العراقي ان شاء الله باللعب النظيف ويتأهل المنتخب العراقي رفقة المنتخب الاسترالي الاحتمال الاخير واللي ان شاء الله ما يحصلش ابدا وهو هزيمة المنتخب العراقي من المنتخب الاسترالي بفارق هدفين او اكثر يغادر المنتخب العراقي التصفيات للأسف نتمنى نتمنى ان تنتهي هذه المباراة بفوز المنتخب العراقي أو على أقل تقدير التعادل ويتأهل معا إلى كأس أمم أسيا أوزباكستان 2023 قلولنا توقعاتكم للمباراة المهمة جدا السلساء 18-10-2022 4.5 بتوقيت العراق على قناة العراقية الرياضية والكويت الرياضية ما تنسوش دايما اللايك والاشتراك والشير في كل الجروبات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته